السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم عن دور الأكاديميات الرياضية الخاصة دور الأكاديميات الخاصة هذه الأكاديميات الخاصة جهد أشخاص أو شركات أو مؤسسات بالأغلبية في الكويت دور أشخاص يعني تقريبا عندنا بالكويت هنا 60 أكاديمية بس اللي فعالة اللي قاعدة أشوفها أنا مدرب أكاديمي بعد اللي أشوفها تقريبا من 10 إلى 12 أكاديمية شقالة سنوية لأن الأكاديمية صعبة جدا يبيلها مشرفين يبيلها مدربين ستاف كامل لأن الأكاديمية ممثل نادي إدارة مدربين مشرفين الأكاديمية المشرف دور إشراف دور الإداري والمدرب دور المدرب والمشاعد المدرب والدكتور والمحاضر يعني كل شخص في الأكاديمية لا كذا دور هذا شي صعب يعني أنا قاعدة أشوفه شي صعب يعني ما في كل واحد وتخصصه حنا قاعد نتعب والمدربين قاعدة يتعبون وليالأمور ترى ممثل النادي يعني لالأمور الأكاديمية يكون الوالد يعني الأب اللي جاي بولده أكاديمية يكون متقف رياضيا جدا ما يجيب أكاديمية شخص عادي يعني يقول أنا أبي أجيب وليدي أكاديمية أطور من مستوى هذا الصح أنا قاعدة نشوفه أن تجاه أوليالأمور للأكاديميات هذا الصح ليش؟ لأن الأندية أنا أقولك يا الأندية تغريبا تختار 30 لاعب الثلاثين لاعب هذي تستغضب تستغضب تأخذ عشرين لاعب العشر اللاعبين هذولا يكون فيهم الزينين بس يبيلهم تعب يبيلهم جهد يبيلهم تعليم وين يودي ما يهده يروح يودي أكاديميات الأكاديميات في أكاديميات ناجحة والتعليم من الأسس للتطوير هذه الأكاديميات الأكاديميات هي تساعد الأندية بشكل كبير وبشكل يعني شو نقول دايم الأندية ما تلجأ للأكاديميات دايم الأكاديميات تقدم العروض للأندية وهذا الشيء أنا قاعدة نشوفه أنه شيء غلط مفروض الأندية تبنى كل أكاديمية وتروح الكشافة مفروض كل الأندية عندها كشافة لا ترى الأكاديميات 60 أكاديمية لو تطلع من كل أكاديمية لاعب عندك 60 لاعب هذا شيء يعني شيء زين للكرة الكويتية أنا عندي تقريباً بالأكاديمية عندي تقريباً 30 لاعب عشرة للموسم اللي طاف تقريباً عشر لاعبين وزعتهم على الأندية تحت 14 سنة يعني هذا شيء من عشر لاعبين موسم واحد شيء مهول يعني يعني لو كل أكاديمية تعطي خمسة ولا ثلاثة ولا اثنين يعني هذا شيء زين للأندية حلنا نتمنى من هيئة شاب ورياضة يفكرون بالأكاديميات ويحطون العين عليهم في الأكاديميات أن الأكاديميات فكر وممارس وتطوير اللاعبين سبحان الله يعني شوف لو تروح لـ 60 أكاديمية تلقى المدرب أو المشرف أو لاعب نادي سابق ما خذ الفرصة في الأندية اتجاه إلى التدريب في بطولات مسقرة حلنا نسويها بطولات مسقرة يعني 6 أكاديميات 7 أكاديميات سوي بطولات مسقرة صراحة تلقى متعة يعني تلقى متعة أنا أشوف الناشئين واشوف دوري الناشئين تشوف الأكاديميات أفضل أنا عندي أنا قاعد أشوف هنا أنا حكمت للناشئين قبل تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات كاس اتحاد للناشئين وحكمت هنا دورات الأكاديميات دائما أنا أشوف الأكاديميات تطور اللاعبين الناشطين لاعب عنده فكر عالي باصة نظيف غير اللاعب الأندية اللاعب الأندية شوي متهور لاعب الأكاديمي عنده الفكر عنده الباصة نظيف مثل ما قلنا عند السرعة البديهة المدربين ثقافة المدربين جيدة ما أقول لك ممتازة ولا أقول لك موزين لا لا جيدة لأنه يريد تطوير المدرب ليس نفس النادي النادي يجزى دورات عداد الغادة في الخالدية ياخد تثقاف يدش بي سي يعني فكر أما الأكاديمي شهادة التدريبية الأولى ويدر فيها وفكرة نظيف وشغلة نظيف وتوجيهها يعني شيء ممتاز حنا نتمنى من الهيئة شاب ورياضة أن تدعم الأكاديميات معنويا وماديا ما نقول لهم أعطوهم ماديا نفس الأندية لا أعطوهم شيء ملموس حاولوا أن الهيئة تقول لهم حنا ندعمينكم بالبداية بداية خفيفة بعدين إذا حسيت في تطور أشد عليهم أعطيهم أساعدهم ترى الأكاديميات أول شيء أسطاف كويتي لأن الشركات ما يفتحها إلا شاب كويتي وأنتم ادعموا المنتج الكويتي وهذا منتج كويتي يطور يعني منتج كويتي يساعد في اللاعبين يساعد الرياضيين يساعد يعني يعطي من وقتها لللاعبين يعطي من وقتها للتدريب يعني يقدر يقعد ببيتهم ولا يطالع تلفزيون ولا هذا نازم حنا نعطي الاتجاه لمساعدة الشاب الكويتي يعني هذه كلها كلها رات ترد للملاعب الكويتية يعني أنت إذا ساعدت راح يطلع جيل جديد وراح يعني فكر جديد فكر متطور يعني حنا ما نقول أنا الأندية مو زينة لا الأندية زينة بس هذه مساعدات دائم حنا نقول هذه ولادة الأكاديمية ولادة للأندية ما في نادي ما في نادي من الأندية الاوروبية ما عنده اكاديمية حنا نتمنى من الانديا تبنى الاكاديميات لان والله الاكاديميات ولاده يعني ولاده لاعبين فطرة وتعليم ومساعدة للنادي نفسه لانه مو مكلف على النادي اذا تبنى اكاديمية جدا مو مكلفة يعني انت تدفع معاش مدربين مشرف اداري يعني اربع اشخاص تدفع معاشاتهم سهلة جدا يعني انت قاعد تدفع شم عندك لعبة بالنادي يعني مبالغ طائلة مبالغ رمزية وسلسة جدا والهيئات تسوي بطولات خاصة للاكاديميات والانديا تجمع يعني الكشافين تجمعون في البطولات هذه يشافوا اللاعب الفلاني منه مدربة منه اي اكاديمية يسجلون عندهم كبتن نبي اللاعب الفلاني كم عمره نبنى قاعد معاكم معا وليال الامور دائم حنا يعني ما نشتري اللاعب الاكاديمي هذا ما يعني نحرم من اي نادي يروح دائم حنا نقول نساعد الانديا يعني انا عدي مثل ما قلتكم عشر لاعبين وزعتهم على تقريبا ثلاث انديا واربع انديا جون يقاعدوا معاي ناديتوا لالامور وراحوا الانديا واللا الحين بالعطل الصيفية النادي يوقف يجون يتمرون عندي يروحون معسكرات معاي يعني صارت بطولة في غطر واستدعونا دولة غطر في بطولة الاكاديميات اللي صارت في الدوحة رحنا تقريبا حنا عشر او خمستاش لاعب من اعمار سبع سنوات شوف العمر من سبع سنوات الى ستع سنة عمر متغارب متجانس فكر واحد وحنا تقريبا اربع مدربين ورئيس وفد اربع مساعد مدرب ومدرب ومشرف ورئيس وفد رحنا واستقبلونا استقبال جميل من الفكر اللي احنا قاعد نقوله ان دايم المدرب ولا اللاعب ولا الحكم ولا اي ان كان رياضي سافر وراح معسكرات يوصل الصورة للمعسكرات الصغار يوم رحنا استقبلنا اه نادي اه دحيل استقبال صراحة جبار من المطار للفندق وانا بيقولكم قصة شون يتعلمون اللاعب واللاعب الاكاديمي احنا نسمي صغار اللاعب الاكاديمي شون يتعلم في المعسكرات شوف تعلمه من الصغر بعدين اذا كبر وراح نادي يكونوا مهيئ لمعسكرات لبطولات خارجية لكل شيء صادفة في حياتنا اشتركوا في القناة